Treatment of Chronic Myeloid Leukemia علاج سرطان الدم النقوي المزمن Treatment of CML تشمل أنواع العلاجات المستخدمة لعلاج سرطان الدم النقوي المزمن ما يلي العلاج باستخدام الأدوية هناك أنواع مختلفة من العلاجات التي يستخدمها الأطباء للأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم النقوي المزمن وتعتمد خيارات العلاج على عدة عوامل بما في ذلك مرحلة المرض والأثار الجانبية المحتملة وتفضيلات المريض والصحة العامة تشمل الطرق الشائعة لإعطاء العلاج أمبوباً وريدياً IV يتم وضعه في الوريد باستخدام إبرة أو في حبة أو كابسولة يتم ابتلاعها عن طريق الفم قد يتلقى الشخص نوعاً واحداً فقط من العلاج في وقت واحد أو مجموعة من العلاجات التي يتم تقديمها في نفس الوقت العلاج الموجه تارغت الثيرابي العلاج الموجه هو علاج يستهدف الجينات أو البروتينات أو بيئة الأنسجة المحددة التي تساهم في نمو السرطان وبقائه يمنع هذا النوع من العلاج نمو وانتشار الخلايا السرطانية مع الحد من تلف الخلايا السليمة بالنسبة لسرطان الدم النقوي المزمن فإن الهدف هو البروتين الفريد الذي يسمى إنزيم بي سي آر إي بي إل تيروسين كاينيز تسمى الأدوية التي تستهدف هذا الإنزيم بمثبتات تيروسين كاينيز يمكن لهذه الأنواع من الأدوية أن توقف عمل إنزيم بي سي آر إي بي إل مما يؤدي إلى موت خلايا سرطان الدم بسرعة يتوفر حالياً خمسة مثبتات تيروسين كاينيز لسرطان الدم النقوي المزمن إيمتينيب، داساتينيب، نايلوتينيب، بوسيوتينيب، بوناتينيب العلاج الكيميائي كيموثيرابي العلاج الكيميائي هو استخدام الأدوية لتدمير الخلايا السرطانية يحدث ذلك عن طريق إنهاء قدرة الخلايا السرطانية على النمو والانقسام يتسبب العلاج الكيميائي ببعض الأعراض الناتجة من سمية المواد المستخدمة في العلاج مما يؤدي إلى إعياء، إسهال، قيء، فقدان الوزن، فقدان الشهية، فقر الدم، التهاب الغشاء المخاطي للفم العلاج المناعي أميون ثربي العلاج المناعي، ويسمى أيضاً العلاج البيولوجي، مصمم لتعزيز دفاعات الجسم الطبيعية لمحاربة السرطان ويستخدم مواد مصنوعة إما من قبل الجسم أو في المختبر لتحسين وظائف الجهاز المناعي أو استهدافها أو استعادتها انترفيرون هو نوع من العلاج المناعي، وهو بروتين تنتجه كريات الدم البيضاء كمناعة للجسم للتقليل من عدد كريات الدم البيضاء ويشارك في الاستجابة المناعية الفطرية ضد الفيروسات، وأحياناً يقلل من عدد الخلايا التي تحتوي على كروموسوم فلاديلفيا زرع النخاع العظمي زرع الخلايا الجذعية ستم سيل ترانس بلانت زرع النخاع العظمي هو إجراء طبي يتم فيه استبدال النخاع العظمي الذي يحتوي على سرطان الدم بخلايا متخصصة للغاية تسمى الخلايا الجذعية المكونة للدم والتي تتطور إلى نخاع عظمي سليم، وذلك لإعطاء جرعات أعلى من العلاج الكيميائي مما يمكن إعطاؤه عادة للمشاهدة أمان وحياناً بعض constitution